فمعنى قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم لما رأى الكوكب فقال حين رأى هذا ربي هنا ليس معناه أن إبراهيم أراد بقوله هذا ربي يعني أنه كان يعبد الكوكب لا أهل التفسير قالوا هذا على تقدير الاستفهام الإنكاري هذا ينكر على قومه كأنه يقول لقومه أهذا ربي كما تزعمون وهذا معروف يعني أن تحذف هذه الهمزة التي فيها قبل كلمة هذا وهي همزة أهذا لأن الصياق يدل على أن إبراهيم كان ينكر على قومه ولم يكن يقر بأن هذا الكوكب هو رب له لذلك لما غاب ماذا قال لا أحب الآفلين معناه لا يصلح أن يكون هذا الكوكب ربا لأنه يأفل لأنه يتغير فكيف تعتقدون ذلك لكن قوم أغبياء ما فهموا مقصوده ظلوا على ما كانوا عليه فقال لهم حين رأى القمر مثل ذلك لكن لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته أي من عبادة القمر لأنه لا يصلح للعبادة ولا يصلح للربوبية ثم يا أحبابي لما أشرقت الشمس وظهرت قال لهم مثل ذلك فلما لم يرى منهم بغيته أيضا وأنهم أصحاب عقول سقيمة وقلوب مظلمة مستكبرة أيس منهم وأظهر براءته من هذا الإشراك الذي وقعوا به وهو عبادة غير الله تعالى أما إبراهيم عليه السلام فهو رسول الله ونبيه فقد كان مؤمنا عارفا بربه كجميع الأنبياء لا يشك بوجود الله طرفة عين وكان يعلم أن الربوبية لا تكون إلا لله وأنه لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله